السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي اليوم ان شاء الله ده نشترك معكم مائدة بوصفات متنوعة لقدروا اللي تقدروا تحضروا هلأ الى ديالكم او الضيوف ديالكم تمنى ان شاء الله تعجبكم وتفضلوا معي باش تفاصيل الفيديو بسم الله على بركة الله اول حاجة قمت بها هي انا عبرت اه الدقيق هنستعمل الدقيق الكامل يعني بالنخالة دياله بكل شي لي يعني الدقيق ديال المغريب هدا عبرت خمسمائة جرام وهنضا نضيف لي كيف ما كتشوفوا معي في الفيديو خمسمائة جرام ديال الخميرة البلدية نص ديال الدقيق يعني العبار ساهل اه اغير الخبز اللي كن نخدموه بهالطريقة يعني كنستعمل لي واحد الكمية كبيرة ديال الخميرة البلدية اما وصفات اخرى ما كنضيفش هاد الكمية كلها هذا هو لي كيجعل انا الخبز كيجيزوين بزاف كيف ما كتشوفوا معي غنبدا نعجن وهذا نعجنها بتقريبا يعني تلاتين سنتيلي تخدي اللماء كتشوفوا على حسب يعني اه على حسب دقيق ديالكم موش كيشربوا اللي كنبقا نضيف الماء بشوية بشوية كيف ما كتشوفوا معي حتى كتتعجن لي مزيان هاد العجينة ومن بعد غنعود نزول نفس الكمية اللي اضافت ديال الخميرة البلدية غدا نعود رجعها في القراءة تقريبا اه نصف كيلو او خمسمية كرام نتمنى يكون كل شي واضح اه مهم انا خليت انا هزيد دبا نصف اه كيلو ديال كيف ما شفتوا معي ديال الخميرة البلدية غدا نخليه المرة القادمة ان شاء الله صافي غدا نعود عود تاني وخد وخد دقيق ديال القمح اه ضروري ما كنعطوه شوية ديال يعني الخدمة الى ما كنش عدنا العجينة نعطيوها الراحة يعني غين نخلطو العجينة ونغطيوها ونمشيو نقضيوه مثلا في شغل ونعودو الرجوع او تاني اه نخدموها كيف ما شفتوا معي كنت بقى تغير واحد قطيرة ديال لما انا ضفتها دابا العجين وغدا نضيف ملعقتين كبيرتين تقريبا ديال زيت الزيتون باش كي يعطينا واحد باش كيرتطب لنا العجينة صافي وكنبقى نعجن يعني لكنت لخفتو اه يعني تسخليكم العجينة طفيوها وخليوها ترتاح وصيرو قديوشي شغل اخر وارجعو للعجينة انا ضفت ملعقة صغيرة ديال الملح اه هي في صراحة هاد فيها شوية ديال ايضا اخر طريقة ترنية ولكن لما كانش عندكم الوقت بتو تعجنو يعني مرة راه كي خمر غيه هو ما كي يجيش نفس الجودة اهنا بات ليلا كاملة هانتو ما كيفاش خمر يعني ولا على هاد الشكل هادا يعني كان عجنو انا بالليل دبا بما انني عجنتو ليلا كاملة عجنتو غي بالمبارد اما الاك انتو غي تعجنو هادا كالنهار وغضا تخليوغي ساعتين إلى ثلاثة تسويع كتعجنوه بالماء دافئ ولكن ماشي ساخن يعني دافئ يلا كيكون شوية دافئ لأن هذا بالحل بارد أما إلا كان الحل سخون ورا كانعجنوغي بالماء عادي هنا كيف ما كتشوفوا معي كتجي شوية صعيبة في التقرص لأنها مطلوقة شوية يعني شاربة الماء يعني كترت لها الماء ولكن هذا هو العجينات القمح الكامل كيبغي يكون هكذا مرخوف دابا الخميرة البلدية كينين مخبزات هنا فرنسية مختصين في الخميرة البلدية الناس كتقطع مسافات كبيرة باش تجيب يعني الخبز من عندهم وكيبيعوبوا حتى من غالي لأن الناس دابا بدات كتحرف بأن القيمة الغدائية دي الخميرة البلدية أولا وثانيا حتى الماء داقرة كيجيزوين أنا ما فهمش اللي تيقولوا ليه كيجي الماداق حامض ما عرفتش لأنه أصلا نحن اللي عجينا الخميرة البلدية حضرناها غيب مع القديل العسل يعني مني كنحضروها بالتومة ولكن حضروها بالحمص ولا بالفول هنا الماداق ديها كيكون شوية ما بزيانش أما مني كنحضروها غيب التمر أو بالعسل الماداق ديها لها كيكون زوين هنا كيف ما كتشوفه معي غدا نوضعها في هاد اللاطة هادي وغدا نخلي من بعد غدا نفلحها كيف ما غتشوفه معيه ومن بعد من اللي غدا تخمر يعني غنخليها تقريبا ساعة ونص كنسخن الفرن الدرجة دي الحرارة دي لو تكون عالية يعني كل مكان عالية كل مكان حسن وما نخليوش الخبز حتى كيقصاح يعني الخبز اللي كيقصاح راك تخليو يطيب بزاف الفرن كنخليو حتى كيطيب يعني تقريبا كياخد خمسة واربعين دقيقة هاد الخبزة حينت كبيرة من بعد ان شاء الله غنشارك معاكم الخبز اللي كيكون صغير هنا غدا ناخد غدا نقوم بتحضير بريوش او قريشلت بلديين بالخميرة البلدية هنا كيف ما شفتوا معيه غربلت الدقيق يعني زولت من ذيك النخالة اللي كتكون غليدة وعبارت ميتين وخمسين جرام ديال الدقيق الكامل وميتين وخمسين جرام ديال الفرينة اللي كتكون مغربلة يعني مغربلة بالغربل ديال الحرير كيف ما كنسميوه يعني كيكون هادك الغربل الرقيق كنزول منه النخالة كاملة إلا كانوا جيين عدنا يعني الضيفان وبغينا نديروا شي حاجه يعني ميتوله أما إلا كان يعني حضرناه لكل نهاره أنا كان حضره غيب بل وان شاء الله نشاركه معاكم مرة أخرى يعني ها هو نفس المقادير غيك تديروا غي الخمير الدقيق الكامل بوحده هنا اخذت زوج ديال البيضات غدا نحلي غيب معلقة كبيرة ديال العسل الحر بوحده يعني ما غنزيد حتى شي حاجه أخرى ما غنزيش سكر هنا عندي دانون السوس ديال الماعز أو تقدرو تعاوضوه بجبن البلدي أو أو كاس ديال الحليب لك انتو كتشربوا الحليب العادي هنا غدا نعبر ميتين جرام هاد البريوش كيساعدنا فيه البيض لأن البيض حتى هو كيساعد على انتفاخ ديال البريوش او القراشل اذا ما كنحتاجوش بزاف ديال الخميرة هنا غدا نضيف غي ميتين جرام ديال الخميرة لان ما غديش نعود نزول لان فيه فيه البيض وفيه العسل سافيك نعبر ميتين جرام تقريبا وكنضيفها العجين ديالي هاد البريوش هادا هاد القريش لات هادو كيجوا رائعين الى حضرتوهم غدا تشكروني عليهم لان كيجي المنظر ديالهم وكيجوا احسن بكتير من لكي نحضرهم بالخميرة العادية نحط في القناة واحد الوصفة ديال القراشل بالخميرة العادية غير سيرو شوفوه وغدا تقارنوا يعني سبحان الله الفقاعات ليجت في هاد الخبز مع هاداك الفيديو اللي كنت نزلت يعني هادا هاد القريش لات ديال اليوم كيجوا احسن بكتير من بعد كيف ما شفتو معايا من بعد غدا نضيف هاد الخميرة البلدية مع الخاليط ديال البيض والدانون ديال الماعز او عفوان يوغتو ديال الماعز غدا نخلطهم مزيان إلا لا حطو يعني الواصل كينين شي واصفات كان كيديرو الخميرة العادية والخميرة ديال حلوة هاد ما تحتاجوش تديرو حتى شي حاجة غير الخميرة البلدية بوحدها كان اكدو كان عاود لان جاتني بزاف ديال الاسئلة لكشي علاش كان عاود لحضراء دا عادة كان حاول نختصر يعني مكترش لحضراء يعني اعطيكم الفيديو اعطيكم الوصفة وما نطولش عليكم بزاف ولكن في نفس الوقت اليوم انا حاولت نجاوب على بعض الاسئلة اللي جاتني المال اللي استعملت استعملت خمستاشر سنتيليت خديل الماعز ولكن تشوفوا انتو ما على حسب يعني الدقيقة ديالكم مش كيشرب او للا هات القاديرة معروفة انا غنخلي لكم ان شاء الله المقادر مكتوبين كيف ما شفتو معايا انا استعملت هاد الراس ديال العجانة الاول لانا كتكون العجينة مرخوفة بزاف الاول ومن بعد اني كتب دا التقال كننزولو وكننحط الراس الاخر الى كنتو اعطي اجنوب يديكم جمعوها يعني خفيفة باليد خليوها ترتاح باش ما تمحنكم شو عاد رجوع دلكوها هنا ضفت معلقة ديال يعني الملح وهنا معرفت كيفاش ما صورتش يعني فاش ضفت الزبدة الزبدة هنا ضفت خمسين جرام يعني انا نقصت من كمية ديال الزبدة باش ايلا كنزعدكم يعني الزبدة تكون حيوانية ما تستعملوش المارغارين الا الوصفة ما تبقاش صحية وهاد البريوش الا كيبغي الخدمة يعني ضروري ما كان نخلقوهم جاياني لكن نغان دلكوه باليد يعني نخبطوه عالطبلة مرة اخرى ان شاء الله نشاركو معاكم باليد انا كان حاول ما امكان دائما يعني نوريكم وصفات يعني كان عجونهم غيبية ديال باش كل شي قدار يحضرون ولكن انا هاد النار عندي بزاف ديال وصفات خصني نوجودون لا يمكن أن نعجن بأيدي يعني عجنت كل شيء بالعجنة باش سهلت علي الأمر كيف ما شفتوا معي كانت نعجن فيها حتى يعني كيتولي وذك الخيوط في العجينة كيف بدأولينا الخيوط كتشكل هانتما دابة كتتقطع إلا شفتوا كيفاش دايرة كتتقطع العجينة باقي ما يعني كينين ذكو الخيوط ولكن باقي ما ما زال خاصها الخدمة ما زال خاصها يعني تتلك ما زال باش غتولي أحسن هنا غدا نضيف لها آآ يعني آآ زنجلان ومبعد غنضيف النافع نحبس في الأول غي باش نوريكم كيفاش كتكون العجينة را ما زال خدمتها راي قطعت الفيديو لأنه سينو غدا يجي طويل بزاف صافي وكننا نزيد ما زال نخدمها بالروبو إلا خفتوا العجينة تتخليكم كتحبسوا كيف الحدا وتخليه حتى يرتاح على كل نرى كل عجينة كل ما ارتاحت كل ما يعني المقابل يعني بحل عرقناها كيفما يقولوا كيفما تشوفوا من كثرة يعني الخدمها الروبو العجينة ولت يعني العجينة ولت مطاطية صافي دبقى نوضعها في فد البوطة وغدا نخليها ليلة كاملة ليلة كاملة باش كتخمر على خاطرها يعني ممكن انا جحال هدي كنت نتبع يعني التقنيات ديال مني كان قرأ شي وصفة نتبع تقنية ديالها من كثرة ما حضرت يعني الوصفات نجيب الوصفات غي يعني عارفة بأنه إلا ضفت هاد الكيميارة غتجيها ديم ديانة يعني ما كان حتاج نتبع شي وصفة نديرها غي من راسي ها هي كيفما شفتوا معي ها هي خمرات يعني أنا ها هما ذو البوطة بجوج لأنا حضرتهم في نفس النهار يعني حضرتهم في الليل والصباح هما صبحوا واجدين غدا نوجدهم مع الصباح كنا ربحوا الوقت بها بها الطريقة ها دي أنا في الأول ما كانش بغيت نحضرها على قبل هاد القادية لأنا خاصني نتسنى وانا يا مولفخ سني نعجن دغياء ونوجد دغياء ولكن مني وليت كان دير هاد القادية ديال كنا نعجن في الليل والصباح كتصبح واجدة اه كنا ربح الوقت بها الطريقة ها دي طبعا هنار الصباح بكري كتيرا يعني واصلات العشرة كان كل شي هاد شي واجد وجد ليه يعني العشية حطيت يعني هاد القوتين معاستا ديال العشية كيكون قوتة وعشا في نفس الوقت سمني كي يجاعدنا شي ضيفرة كيكون قوتة وعشا لانا كيلي كتب ليه بانا هذا شي كتير لا ما كتير والو هادا هو هادو ما يعني الموائد ديال المغرب حال هكده خص يكون يعني كل واحد شنو كيعجبو انا ما كيلي ما ياكلش كل شي دك شي اللي كيتحط في الطبلة يعني كياخوض غي واحد الحاجة كيعجبو دك شي باش خاص يكونوا حتى نوع في الطبلة كيلي كيبغي المالح كيلي كيبغي الحلو ولا بقات شي حاجة حتى شي حاجة مكتلاح كين الفريقو دابا كي الكنجلاتور كي يكونجلي كل شي ولا الضيوف قدروا يديو معاهم شي حاجة لعجباتهم كيف ما شفتوا معايا هنا غدا نعبر تقريبا كل حبة فيها ستين جرام كنحاول لانا البريوش نعبرو لانا باش كي يجوني مقادي سافي كنبسطها كيش شوية مشي بزاف بغيتهم يجوني من فوخين وكندهنهم اللي كي يخمرو كندهنهم شوية الصفر دي البيض مع قطيرة دي الخل وكندخلهم يطيبو في الفرن الساخن نفس الدرجة دي الخبز يعني اعلى درجة عندكم في الفرن هنا غدا ندوز نحضر واحد كيبغي دي موفين الوليدات هنا حضرتهم ببيضة هاد الوصفة ماشي ديالي اخذتها من لاشين ديال ساتسان سيكونس ونخلي لكم ان شاء الله الرابط الى ما نسيتش مني نحط الفيديو يعني استعملت هنا نخلي لكم المقادير مكتوبين بالعربية ونخلي لكم كذلك الرابط الى بغيتوا تشوفوا الوصفة انا استعملت حليب ديال ديال الكوك ما استعملش الحليب العادي الا بغيتوا تستعملوا الحليب العادي را ممكن تقريبا اه بيضاء اه بيضاء والحليب ديال الكوك والزبدة والدقيق وتنسموها باش ما بغيتوا اه انا خمرتها كيف ما شفتوا انا ما خمرتاش بالخميرات الحلويات خمرتا غيب البيكاربونات دوسود معلقة دوسوديوم معلقة اه يعني متكونش عامرة ومعلقة كبيرة ديال الخل باش كي يزيد ايتي اعطي المفعول ديالو هادوك البيكاربونات باقي الاخوات اللي كي سولوني على الكيكب الخميرة البلدية باقي ما جربتش فصراحة لان انا ملف هاد البيكاربونات من شحال هادي اه الحمدو الله يعني ما ضرتنا متى حاجات كي باش باقي ما جربتش بالخميرة البلدية من شاء الله بما انكم طلبتوها مني اه انا كنجرب يعني شحال من مرة حتى كنتمكن من الحاجات كنتشاركها معكم ماشي غي كنوصلون تشارك معكم الحاجات هنا في هذاك الفيديو قالوا ما خصناش نحركوهم هاد الوصفة زوينا بزاف هاد الوصفة رائعة يعني غي جربوها اه قال لك اللي ما فين ما خصناش نحركوهم يعني نخدموه اه دقيق بزاف انا خدمت عيب ملعقة خشبية ما كنستعملوش الفوي هنخلي لكم ان شاء الله كيف قلت لكم اه الرابط هاد الوصفة سافي كنكون في هاد الاثناء يعني سخنت الفن درجة ديال الحرارة ديالو انا كنستعمل ميو وثمانين يعني كنسخنوا ميو وثمانين وكنعمر الكيسات انا ما عمرتهم مش بزاف هاد النهار لانا بغيتهم يكونوا يعني كتارين اه هنا كنضيف كمية ديال الشوكولات انا اختيت عيش شوكولات العادي وقطعتو هادوك الحبيبات ديال الشوكولات مقيتش كنلقى يعني بجودة مزيانة يعني كيكون فيهم بزاف ديال الاضافات هاد الشوكولات هادوك بدون اضافات حتى الشوكولات انا كنبقى نقراه في الازيتي كاتو مهم حتى الشوكولات ما بقيتش كنشري اي واحد اه كيف ما شفتوا معي تقدروا تستاع انا بغيتهم يجو مكبارين يعني تستعملوا غيس تاولة ولا سبعة انا بغيتهم يجوني غيس غارين يعني كتارت اه جوني تقريبا عشرة وصفيها هي المائدة ديالي وجدات اه لمفينها هما كيف ما كتشوفوا معي وهنا غدا نقدم هذا الخبز اللي قلت لكم مع زريعة الكتان والعسل وزيت الزيتون نخليليكم ان شاء الله الوصفة اسفل الفيديو نخليليكم الرابط ومعه هنا الشوكولات المذوب مع حليب ديال الكوك وزيت الزيتون وهنا هاد الفاطرة او المسمنا كبيرة محشية بالخضر اه تشاركتها معكم في الفيديو السابق والبريوش او القريشلات ها هما يعني مزيان نوجدوهم في الصبح بكري ونخليوليهم نهار كامل باش يبردو ولانو نحضرهم يعني لي لقبل باش كيجيو زوينين باش كيبقى ورطبين والخبز ديالنا كيف ما كتشوفوا معي ها هو بدون خاميرات الحلويات او بيكاربونات او الماء الغازي اتمنى ان شاء الله هدل الوصفات ديال اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم وليما فين كيجيو هاكده عمل داخل اللون ديالهم هاكده لاني اضفت السكر الاسمر اما الى درتوا السكر الابيض راه كيجي كيجي اللون ديالهم مختلف شوفوا البريوش او قرشلات كيفاش كيجي من الداخل ما كيجيش حلو بزاف ولكن كتاكلوه معا يعني تاكلوه معا يعني تاكلوه معا لكم في تيو ولا العسل اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم اه و الى وصفة جديدة ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم شكرا